في ميزان القوى السياسية في العراق يسم الموقف الحكومي الذي يسجل من خلاله رئيس مجلس الوزراء حراكاً واضحاً لتفتت الصناعات والخلافات تعظيماً لإنجاح العملية الديمقراطية المقبلة التي تعبر عن صوت الشارع العراقي وبين لقاءة مباشرة أمضاها الكاظم على مدار عام منذ تسلمه منصب رئيس الحكومة لقاءات مع جهة رسمية سياسية وشعبية ولقاءة كانت تطلبها بعض الكتل والأحزاب لأجل رأب الصدع واستقرار المعادلة السياسية في البلاد تنتشر الأخبار عن عزم قوى شيعية عقد اجتماع مع رئيس الوزراء يأتي في إطار المباحثات التي تعمم نغة الاستقرار ومن أهمها الأحداث الأخيرة في كربلا سيما مع عودة مسلسل اغتيال الناشطين والصحفيين إضافة إلى استعدادات الحكومة لتأمين وإجراء انتخابات مجلس النواب في محور آخر تطرقت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارد إلى عمليات استهداف الناشطين في البلاد مشددة على عدم التغاضي عن استهداف بعض الأفراد والمجامع للناشطين العراقيين الحديث بشقيه الحكومي والدولي يرسخ في عقلية الأطراف كافة أن عودة مسلسل الاغتيال يتصاعد مع اقتراب الانتخابات فاللعبة باتت مكشوفة وواضحة إذ أن ما يحدث من محاولات يقول السياسيون إن أجهات تصنعها بهدف تأجيل الانتخابات وهو ما يعيد لغة الفوضى التي سبق للذاكرة العراقية السياسية والأمنية أن شهدتها بدموية وقسوة في الشوارع والساحات والبيوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة